السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم المعلومات والبيانات اللي موجودة على كمبيوترك سواء كان لابتوب أو ديسكتوب هاي المعلومات بغض النظر عن شو هي هل هي صور شخصية صور للعائلة مستندات وأبحاث للشغل للدراسة أو هي مستندات للشغل في عندك بيانات في عندك داتا في عندك سبريدشيت في عندك داكيمنت في عندك وورد بتتعلق بالشغل فكل هاي البيانات لازم ما ولا شخص إنه يوصل لها إلا إذا كنت أنت بتوسق بهذا الشخص وعاطيه صلاحية هلأ في عندي عدة طرق لحتى أحمي هاي البيانات الحل الأفضل وهذا الكلام بينطبئ وبشكل خاص لازم إنك تكون عمالك تنفذ هاي الخطوات إذا كنت على لابتوب لازم يكون نظام التشغيل بالكامل مشفر بحيث أنه أنت ما بيكفي بس أنه يكون في عندك كلمة سر لليوزر نيم أو للمستخدم اللي بده يستخدم الجهاز كمان لازم يكون في عندي عملية تشفير بالكامل لبيانات النظام لأنه كلمة السر لا تعتبر عملية تشفير فنحن إذا ما كان في عندي نظام إذا ما كان في عندي كمبيوتر مشفر ففي عندي حال تاني إني أعمله ألا وهو إني أعمل عملية التشفير على مستوى الأقراض سواء كان القرص الصلب سواء كان الفلاشة إذا في عندي بارتيشن معين ممكن إني أعمل التشفير على هذا البرتيشن وحط البيانات اللي أنا بحسها أنه بيانات أهمة وما بدي أي إنسان يطلع عليها غيري أنا فبحطها على هذا الpartition أو على هاي الفلاشة اللي مشفرة وبعدين بكلمة السر اللي أنا رح حطها رح أعمل عملية رح أعمل عملية فك التشفير مو بس أني رح أوصل للبيانات لأ أول شي هي رح تكون مشفرة بفك التشفير وبعدين ممكن أني أوصل لها لحتى في حال لا سمح الله الكمبيوتر أو الفلاشة وقعت بالأيدي الخاطئة يعني ما رح يستفيدوا منها لأنه بالأساس ما بيعرفوا شو هي كلمة السر خلينا نشوف بفيديو اليوم كيف رح نعمل عملية التشفير على مستوى partition معين أو على مستوى قرص صلب ما رح نعمل عملية التشفير لكامل النظام لأنه بفيديو جاي بعد ما شفنا بالفيديو الماضي كيف ممكن أني اتعامل مع نظام الملفات ال-PTRFS اليوم رح نشوف كيف ممكن أني أعمل عملية تشفير باستخدام LUX اللي هي Linux Unified Key Setup رح نشوف كيف ممكن أني أعمل عملية التشفير وفي الفيديو الجاي رح نعمل عملية تثبيت نظام بالكامل باستخدام BetterFS والتشفير الكامل للسيستم مع البوتلودر فبدون أي تأخير خلينا نشوف شو هي الخطوات اللي لازم أني أستخدمها لحتى شفر بياناتي طبعا لازم أني ركز أو أكد على أنه عملية التشفير اللي رح نعملها ما بتتم على مستوى ملف معين أو ملف واحد ما فيني أعمل تشفير بالطريقة اللي رح نشوفها لملف محدد رح أعمل لبارتشن أو لهارد ديسك أو لفلاشة هلا أنا اليوم مجهز على كوميوتري أنا في عندي إذا قلت الاس بي ال كي أنا في عندي هارد حجمه اثنين جيجا على هاد الهارد عامل اه تو بارتشن واحد بحجم ميتين ميجا تقريبا والبارتشن الثاني اللي هو المتبقي من الاثنين جيجا طبعا أنا عامل رح يكون كل شغلي على البرتشن الأول اللي صغير المية وتسعين جيجا ميجا بس لحتى تكون العملية أسرع لأنه قبل أو خلال عملية التهيئة للتشفير رح قوم بعملية محي كافة محتويات هاد البرتشن واستبدلها ببيانات عشوائية أو بأصفار لحتى ما يكون فيه إمكانية أنه إذا كان فيه أي بيانات موجودة من قبل على هاد البرتشن أنه واحد غيري يسترجعها فأنا مثل ما حكيت أنه رح نستخدم ما يدعى باللاكس اللينوكس يونيفايد كي سيتاب طبعا هاد إذا ما كان نازل على جهازك أو على توزيعتك فلازم أنك تنزله في حالة Arch رح أقول له sudo pacman dash s crypt crypt setup هاد في حال Arch في حال ديبيان و وبونتو ومشتقاتها فهي نفس الحزمة اللي هي crypt setup بس بدل الباكمان رح نستخدم الاب install في حال fedora رح يكون اسم الحزمة crypt setup dash lux وبدل pacman dash s رح نستخدم ldnf install طيب بعد ما نزلنا الحزمة اللي بدي ياها هلا لازم نشوف كيف رح نستخدمها الاستخدام طبعا ما له بها العملية المعقدة أو العملية اللي بتاخد منك وقت كبير بس لازم تحط ببالك انه خلال هاي العملية عملية التشفير اي بيانات موجودة على الفلاشة أو على الهارد اللي عندك رح تنفقد فلازم اول الشي اذا في عندك بيانات على هات الجهاز على هات الهارد انك تعمل لها عملية باك اوب بأكد 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 على عملية الباك اوب لانه رح تنمحي كافة البيانات هلا انا بحالتي على sdb1 ما في عندي اي بيانات فرح نبلش بعملية التشفير كل العمليات لازم يكون في عندي صلاحيات كل الاوامر لازم يكون في عندي صلاحيات sudo او داخل كمستخدم root خلينا انا ما رح ادخل كروت متن ما عملت بالفيديو الماضي اليوم رح نعملها مع السودو فاول شي رح قل له sudo crypt setup بعدين رح اعطي فلاغين الفلاغ الاول والفلاغ التاني هدول الاثنين الفلاغ الاول لحتى وقت اللي بدي اوصل لاني حط الpassphrase او كلمة السر وقت اللي بدي اكدها مرتين يعطيني هذا الخيار والداش v الverbose لحتى يعطيني بيانات اكتر بالoutput وقت اللي شوف شو عمله يعمل بكل مرحلة من المراحل بعدين بالنسبة لحالة lux انا ما حكيتها بالبداية في عندي two versions في عندي اصدارين من اللقس في عندي الاصدار الاول والاصدار التاني الاصدار الاول رح التشفير للبوت لان ما يدعم الاصدار التاني اما لباقي الامور سواء كان ال system partition او الهارد اللي عمالنا نشتغل عليه فرح نستخدم الاصدار التاني فرح قل له داش داش type lux two وبعدين بدي اعمل عملية التشفير بحد ذاتها فرح قل له lux format وين بدي اعمل عملية الفورمات او عملية التشفير متل ما حكيت رح اعملها على def sdb sdb واحد وليس sdb هلا انا اذا كان بدي اعمل عملية التشفير لكامل الهارد وما بدي اعملها على partition معين فبحط sdb واحد او المسار للهارد بالكامل اما انا بعتبار انه بدي اعملها لpartition معين sdb 2 بحالتي انا ما رح اعمل له عملية تشفير لحتى كون قادر اني استخدمه بشكل طبيعي فهلا قلت له اللاكس فورمات والفورمات الف بكابتال كابتال لتر هالضروري بعد لكس بكافة الاوامر اللي في عندي فيها لكس في عندي احرف كابتال واحرف لور كيس فهلا بعد ما حطيت الامر بالكامل رح اعطيه enter رح يطلب مني الاسود للسودو يوزر هاي مو الباس فريز هلا لحتى اتم هاي العملية مثل ما اللي شايف عمال قللي انه اذا انا متأكد لازم اني اكتب يس باحرف كابتال فانا رح قل له يس ورجع وتأكد وين عمالك تعمل عملية التشفير لانه مثل ما حكيت رح تنفي اتكافة البيانات فهلا انا متأكد انه بدي اعملها على sdb واحد كتبت يس باحرف كابتال رح اعطي enter هلا بدي احط العملية التشفير هلا انا بحكي انه وقت اللي بكون عمالي ينصب نظام الroot user والuser الفعلي انا هدول بعطيه نفس كلمة السر لحتى ما اتذكر كلمتين سر اما في حالة عملية التشفير يفضل مو يفضل لازم انك تحط كلمة سر مختلفة عن اللي بتستخدمها لحتى تدخل لجهازك او لليوزر الخاص فيك لازم تكون كلمة سر قوية وسهلة تتذكر لانه انت اذا ما تذكر هاي الكلمة خلاص ما عد فيك تسترجع هاد الجهاز او هاد الهارد الفلاشي اين اكم بالمرة راحت للكبل اذا ما بتعرش وهي الباس فحط كلمة سر تكون قوية مختلفة عن اللي عمالك تستخدمها وبنفس الوقت سهلة انك تذكرها فانا راح حط كلمة السر او للتشفير هلأ برجع بأكد هاي الكلمة هلأ بستنى لحتى تخلص عملية التشفير متل ما اللي شايف باعتبار انه انا مالي عامل بارتشن كبير فالعملية ما اخذت وقت طويل هلأ بعد ما خلصت من عملية اللاكس فورمات لازم اني افتح هاد البارتشن لانه حاليا هلأ هو مقفل انا حطيت له الباس فريز فلحتى افتح هاد الجهاز راح قل له سودو كريب ثد أب لاكس أوبن والأو كابيتل راح قل له الديف اس دي اي واحد الاس دي بي واحد عفوا لو عملت الاي كنت راح اروحت كل البيانات اللي عندي وبعدين راح اعطي اي اسم بدي اي اسم بيخطر على بالك فأنا راح سمي بهي الحالة مسيلانيس م اي اس سي انت بتحط الاسم اللي بدك هلأ بدي حط الباس فريز اللي حطيت هالتشفير هلأ صار هاد الديفايس مفتوح وصار فيني ممكن اني اتعامل معه طيب خلينا اول شي نتأكد انه عملية التشفير تمت بشكل صح فرح قل له sudo crypt setup وبعدين رح قل له dash v status ورح حط الاسم اللي حطيته بالخطوة اللي قبلها اللي كان misc فهلأ متل ما اللي شايف انه التشفير is active والديفايس active النوع اللي هو اللاكس 2 بعدين شايف الصيفر شايف بيانات عن عملية التشفير اللي عملتها شايف انه المود طيب هلأ كيف بدي استخدم هاد المشفر لازم اني اعمله عملية mount مثل ما لنا متعودين بعملية المون بس اول الشي هال فاضي فهلأ اذا انت بدك تكون عندك الخصوصية والامان افضل بكتير او اقوى بكتير فلازم انه قبل ما ابتدي اكتب اي بيانات او حط اي علومات على هاد البرتشن او الفلاشة اني اعمل عملية وايب كاملة للبرتشن او للفلاشة فانا بحالتي هاي رح استخدم امر هاد الامر ممكن انه ياخد ساعات اذا كان عندك الفلاشة او بحجم كبير بس ها في عندي اوامر بديلة انا اليوم بس بعتبر انه البرتشن اللي عندي 200 جيجا 200 ميجا رح استخدم هاد الامر اللي هو dd رح قل له if يساوي slash div slash zero وبعدين رح قل له of يساوي slash رح حط ال path اللي موجود فوق اللي هو موجود عليه البرتشن اللي مشفر اللي كان div mapper وال misc بحالتي انا بعدين رح قل له status يساوي progress لحتى شوف شو اللي عماله يعمله طبعا مثل ما حكيت هاي العملية ممكن انها تاخد ساعات اذا كان الحجم او الهارد اللي عندك حجمه كبير بعد ما تخلص هاي العملية مثل ما شايف عماله يعطيني المعلومات اللي عماله يعملها هلا بستنى عليه مثل ما حكيت انه ما اخد اي وقت لانه مجرد فحتى اعمل عملية mount لازم يكون فيه على جهازي او على نظامي في mount point انا بدي استخدمها اذا ما كان في عندي mount point فانا رح اعمل اي directory او اي مسار اي مجلد وبحط هذا المسار عليه فلا نقول انه انا بدي المشفر او الجهاز المشفر اعمله عملية الماون على directory رح اعمل مجلد جديد وسمي رح نسمي encrypt اي اسم هلا رح اجي قبل ما اعمل عملية الماون هاد الpartition لسه ما في عليه اي نظام ملفات لنقول بحالة فيديو اليوم رح اعمل نظام ملفات الا اي اكس تي فور فرح اقول سودو ام كي اف اس دوت اي اكس تي فور لون بدي اعمله على الديف على المابر وعلى المايا اس سي هلا اعملت نظام الملفات كل ما علي اني اعمله اني قلو سودو ماون ديف مابر ام اي اس سي لو اين بدي احطه بدي احطه على encrypt هلا اذا قلت ls encrypt رح شوف انه ما في عندي غير مجلد واحد اللي هو lost plus found هاد تمت عملية انشاؤه بشكل عشوائي بس بعدها ممكن اني حط اي بيانات بدي اياها على هاد ضمن هاد المجلد بعد ما اخلص من هاد من نسخ البيانات او اني اشتغل على هاد المجلد لازم ان اذا بدي ارجع واعمل عملية قفل او التشفير فرح قل له سودو اول شي لازم اني اعمل عملية انمونت لازم اني اشيل المونت اللي حطيتها فرح قل له مونت للانكريبت وهلا بعد ما عملت عملية انمونت لازم اني اقفل او شفر البرتشين او الفلاشة اللي عملتها فرح قل له سودو كريبت سيتاب بعدين رح قل له lock close وال c بحرف capital والاسم اللي حطيته للبرتشين او خلال عملية التشفير اللي كان بحالة misc هلا بهذه الطريقة صار الجهاز مقفول وما عاد في امكانية انه اي شخص يوصله بدون ما يكون في عنده الباس فريز اذا بدي ارجع افتحه فمتل ما حكينا منه شوي رح قل له رح ارجع لاخر امر وقل له open lock open بحط ال path لل device او لل part وبحط الاسم اللي اخترته بالبداية مثل ما حكينا من شوي هاد بالنسبة اذا كنت بدي اعمل عملية التشفير على مستوى part اذا كنت بدي اعملها على مستوى device او hard بالكامل فالخطوات هي متشابهة بس بدل ما حط اسم الpartition رح حط اسم الhard بالكامل فمتل ما حكيت يعني الواحد بالsdb بحالتي انا ما رح يكون موجود رح يكون في عندي devsdb طيب هلا اذا كنت بدي ارجع استخدم هاد الجهاز بعدين او هاد الhard بعدين وبيدي شيل عملية التشفير بالكامل ما بدي اني افتح وسكر بدي الغي عملية التشفير بالكامل فاول شي لازم اني افتح الجهاز متل ما حكينا رح اضط له الpass phrase وبعدين رح اعمل عملية backup لكل البيانات اللي موجودة عليه اللي حطيتها لازم اني اعمل عملية mount متل ما حكيت وبيجي للمجلد اللي عملته وبيعمل backup لكامل المجلد وبعدين لازم اني احذر كل اللي موجودة على هذا الجهاز هلا انا بهاي الحالة رح استخدم الباكيج اللي اسمها parted فرح قل له sudo خلينا اتأكد اول شي لشو بدي اعمل عملية parted او partitioning بدي اعمل ها لل sdb فرح قل له sudo parted div sdb هلا متل ما اللي شايف انه انا في عندي عملية المونت لساها موجودة على encrypt فهلا بدي احسف كل partitions اللي بدي اها طبعا انت اذا بدك تستخدم برنامج غير parted استخدمه اذا بدك تستخدم g parted بدك تستخدم f disk اي وسيلة ممكن انها تخطر على بالك فخليني اقل له print شايف انه في عندي two volumes او two partitions رح قل له rm واحد هلا رح يعط ignore وبعدين رح قل له rm 2 رح قل له ignore كمان هلا اذا رجعت عملت print رح شوف انه ما ضل عندي اي partitions موجود على هاد ال hard هلا رح قل له quit بعمل عملية اعادة تشغيل للجهاز وبيكون ال hard او الفلاشة رجعت ما في عليها اي تشفير وممكن اني ارجع استخدمه بشكل طبيعي هي كانت بس مجرد عملية لمحة سريعة عن كيفية تشفير فلاشة معينة او hard معين ما فتنا بتفاصيل ال crypt setup او وإذا بدكم تشوفوا الفيديو الجاية اللي رح يكون عن تنصيب نظام الكامل وما رح يكون ارش انا بأكد لكم انه ما رح يكون ارش اللي رح نعمله رح يكون نظام مختلف توزيعة مختلفة فلا تنسوا الاشتراك بالقناة اذا عجبكن الفيديو لا تنسوا الزر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم اعراءكم وتعليقاتكم تركولي اياها بقسم التعليقات بتمنى اذا وبعرف انه اغلبكن بيستخدموا لابتوب وبتستخدموا برات البيت بامان الله